أولاً المغربة كلهم تضل فاجئة الكبيرة لدي العدنان ويرحمه كان هناك أحد المكتسب معك وش لحتيوه لا هو أن المجتمع المدني والمغربة كلهم هو أنه المجتمع المدني والمغربة كلهم تبنى وعدنانا طفلاً لهم ولا تقالية المغاربة غاية تنسى ما غاية تنساش ولكنه وجف واحد الافترار التي كانت تنتسنى فيها تغيير القانون الجنائي في المغرب وتأخر لدواعي وجد الكوفيد ولا اللواعي السياسية لا أعرف ماذا لازال الناس يطالبون بعقاب الجاني أقصى أنواع العقوبة بحيث أنهم خافوا عليه في السجن فين هو دي القنجب ليقتلوه الناس المساجين وداروه في زنزانة منفاردة إذن أن ابنانا ما تنساش ولكن ابنانا ما هو إلا إسم لمئات الأطفال اللي مرون من هاد الشي هدي أولاً والثانياً هاد القضية ستوقع في العالم كامل بما فيها أمريكا وبما فيها مصر وبما فيها وإحنا اليوم مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مش حال هدي ما كناش نعرفه ده باولينا سنعرفه يعني التواصل الاجتماعي في المغرب لا أعلم بالمرة بالنسبة لما قارنه في دول أخرى لن نحن لا نعرفه بواجهة بهذا والأمريكا مثلا نعش فيها واحد بحال هذا لم يعدموش يمكن أن يأخذها 350-360 عام للحبس هم تعرفون ما غير يعيش هدي عنده عليها 50 وعدي عنده 60 ويجمعوه يقولون عن 350 عام للحبس وتنطلب من علماء اجتماع ادرسوا هذه الظاهرة قالها عصيد ودروا فيه ونحن نحن نأمنه باختلاف الأراء عصيد قال لك نضد عقوبة الإعدام وخصنا علماء الاجتماعي يدروا على هذا الموضوع لم يعدموش وربما نختلف معه ولكن نحن نحترم رأيه من هجموش لأنه طواحد الرأي ربما ما نتابخ معه في أفكار كثيرة وكان هذا رأيه يجبو أن نؤمنه باختلاف الأراء وعندنا لم ينسى ولن ينسى صدقني لم ينسى قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة من يامارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين